القوات العراقية تقاتل آخر جيوب ميليشيات داعش في الفلوجة يقول المسؤولون إنهم قد حرروا المدينة الاستراتيجية التي تبعد 40 ميلاً فقط عن بغداد يقول أحمد علي الذي يعمل ضمن قوات مكافحة الإرهاب العراقية إن اليوم هو آخر يوم للمعركة في الفلوجة وإنهم قد حرروها تماماً تعتبر خسارة المدينة إخفاقاً لداعش من خلال حرمانها من نقطة انطلاق مناسبة للهجمات على بغداد وأثناء قتالها لتحرير المدينة وجدت القوات العراقية مصنع القنابل هذا التابع لداعش لكن العبوات الناسفة والأفخاخ المتفجرة ما زالت منتشرة ابقاء الفلوجة خالية من داعش وأحكام السيطرة على المدينة ذات الأغلبية السنية تحدي بالنسبة للحكومة ذات القيادة الشيعية أتوقع أن تستمر المناوشات في الفلوجة بعد اليوم لكن أعتقد أننا نرى أخباراً إيجابية جداً تعتبر الخسائر البشرية مذهلة فالظروف متدهورة بالنسبة لمن فروا من الفلوجة والمناطق المحيطة بها والذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بـ 85 ألف شخص هربوا منذ بداية الهجوم العراقي لاستعادة المدينة قبل شهر وتلوح أيضاً في الأفق معركة أكبر بكثير لتحرير الموصل ثاني أكبر مدينة شمال العراق وقد بدأت بالفعل الغارات الجوية لعزل مواقع داعش وحصلت سيان أن على هذه اللقطات لضربة موجهة إلى موقع يضم مقاتلين أجانب سيكون من المهم جداً تنفيذ الغارات الجوية ببالغ الدقة بسبب وجود المدنيين في المدينة المكتظة بمليوني شخص التحدي هو إيجاد أهداف للغارات بحيث لا ننحق الضرر بالمدنيين دون قصد لكن الغارات الجوية وحدها لن تكون كافية فالاختبار الأكبر للقوات العراقية على الأرض لم يأتي بعد